مغركة الشمال المرتقبة جباليا حيث تتجه الأنظار والحشود نحوها لما تحمله من ثقة العسكري وتاريخي للقسام وكذلك الفصائل الأخرى إذا متجهنا نحو جباليا قوات الاحتلال تحاول التقدم من محورين من محور الغرب وكذلك من محور الشرق من الغرب تتجه في مسارين من مسار الشمال الغربي من السلطين باتجاه مشروع بيتلاهية وكذلك من الجنوب الغربي من أتوام باتجاه دوار الصفطاوي قوات الاحتلال وعلى الرغم من الأحزمة النارية العنيفة التي نفذتها على طول هذه المناطق إلا أنها قوبلت بتصديات عنيفة من قبل مقاتلي القسام وسرايا القدس مقاتلي القسام والصرايا تمكنوا من تدمير سبعة آليات على طول هذا المحور في هذه المنطقة كذلك إذا متجهنا إلى منطقة الشرق من جباليا فنحن نتحدث عن هذه المنطقة وهنا جميعنا شاهدنا محاولات قوات الاحتلال لاقتحام المستشفى الاندونيسي لماذا هذا المستشفى؟ نتحدث عن المستشفى الأساسي في الشمال ومدينة غزة قوات الاحتلال تحاول قطع شرايين الحياة في هذه المناطق أيضا قوات الاحتلال استهدفت مدرسة الكويت خلف المستشفى الاندونيسي لإجبارها على إخلاء النازحين المستشفى الاندونيسي نتحدث عن خمسة آلاف نازح وأكثر من ستمائة وخمسين مريض في هذا المستشفى ما يشكل عقبة أمام قوات الاحتلال قوات الاحتلال تحاول التقدم من عدة نواحي هنا مشاهدين الكرام منطقة بيت حنون وهنا الأطراف لبيت لاهية هنا معسكر جبالية أمام المستشفى الاندونيسي وهنا تقع مدينة الشيخ زايد نتحدث عن سبعين عمارة سكنية متواجدة في هذه المدينة أو المنطقة هي منطقة ذات كثافة سكنية يصعب القتال فيها ما بين هذا المثلث تقع هذه المساحة الخضراء نتحدث عن تلة جليبو هذه التلة هي منطقة مرتفعة بعض الشيء تكشف المناطق المجاورة لها وكذلك هذه المنطقة تعتبر منطقة رخوة خالية نسبيا من السكان قوات الاحتلال تقدمت من عدة مناطق تقدمت من بيت حنون باتجاه معسكر جبالية من خلال تلة جليبو وكذلك هنا تقع منطقة التربية والتعليم تقدمت قوات الاحتلال من هذه المنطقة من دوار باتجاه دوار الشيخ زايد المقابل للمستشفى الإندونيسي هذه التقدمات قُبلت بتصديات عنيفة من مقاتلي القسام في المعسكر وكذلك في مدينة الشيخ زايد وفي منطقة مخيم جبالية هذه الاقتحامات والتصديات أجبرت قوات الاحتلال على التراجع حتى هذه المنطقة خلف مدينة الشيخ زايد وكذلك خلف دوار التربية والتعليم إلا أن هذه التمركزات التي تراجعت حتى هذه النقطة تم استهدافها بقذائف الهون والقذائف الصاروخية قوات الاحتلال حاولت التقدم من محور آخر نحو المستشفى من هذه المنطقة من تلة جليبو باتجاه تل الزعتر لكن ذلك باء بالفشل إذا ما خرجنا بصورة أوسع لتحركات الاحتلال حول المستشفى فهو يحاول محاصرته من الشمال وكذلك من الشمال الشرقي ومن منطقة الشرق هنا في بيت لاهية إذا ما اتجهنا نحو الأعلى قوات الاحتلال تتمركز في هذه المناطق مقاتلي سرايا القدس اليوم قاموا بعملية استهدفت هذه التجمعات استهدفت تجمعا للجنود داخل أحد المنازل وقامت باستهدافهم بقذائف الار بي جي إضافة لاستهدافهم بالأسلحة الرشاشة ما أوقع ستة قتلى وجرح بين صفوف العدو إذا ما اتجهنا إلى المناطق الأخرى في الشمال فنحن نتحدث عن هذا المربع قوات الاحتلال تحاول السيطرة وتثبيت تمركزها في مربع النصر والشيخ رضوان والرمال عند حصار المشافي الثلاثة كذلك تحاول التقدم من الشاطئ الشمالي باتجاه قلب مخيم الشاطئ لكن ذلك لم ينجح بسبب تصديات مقاتلي القسام المتواجدين في هذه المنطقة نتحدث عن التحامات مع الجنود من المسافة سفر إضافة إلى إرسال الجنود إلى محيط مربع المستشفيات واستهداف الآليات من خلال القدائف والاهتحام مع الجنود من المسافة سفر إضافة لقدائف تستهدف الآليات في الشيخ رضوان وأتوام إذا ما اتجهنا مشاهدين نحو مدينة غزة قوات الاحتلال تراجعت البارحة من ساحة السراية حتى منطقة الكتيبة في هذه النقطة ترتكز الآليات عند الكتيبة في محيط مستشفى الشفاء عند الميناء وعلى طول شارع الرشيد الساحلي اليوم حاولت قوات الاحتلال معاودة التقدم حاولت اليوم أن تتقدم مجدداً باتجاه ساحة السراية لكن ذلك قبل بالفشل من خلال اشتباكات عنيفة قامت بتنفيذها مجاهدو ومقاتلو القسام وسراية القدس منعوا قوات الاحتلال من التقدم قوات الاحتلال تحاول التقدم باتجاه ساحة السراية من أجل الوصول نحو شارع صلاح الدين قوات الاحتلال تسيطر على هذا الشارع في الشق الشمالي منه نتحدث من منطقة بيتلاهية وبيت حنون وكذلك من الشق الجنوبي من جنوب مدينة غزة حتى محافظة الوسطى تحاول الامساك بكل هذا الشارع لأن هذا الشارع يربط شمال القطاع بالجنوب هنا مشاهدين نتحدث عن انخفاض في زخم المعارك وسط مدينة غزة لكن هذا الانخفاض يقابل بالتصاعد الصاروخي الذي نفذته كتائب القسام اليوم على مدينة تل أبيب حيث استهدفت كتائب القسام مدينة تل أبيب برشقة صاروخية كبيرة جداً نتحدث عن زخم كبير كافة أنحاء مركز مدينة تل أبيب دوة صافرات الإنذار فيها كتائب القسام وصرايا القسام أيضاً نفذت ضربات صاروخية في غراف غزة القسام استهدفت قاعدة رعيم العسكرية صرايا القسام أيضاً وجهت ضربة إلى موقعين رعوز وموقع مارس العسكري كذلك قامت باستهداف موقع كرم أبو سالم هذه الاستهدافات تؤكد على أن قوات الاحتلال لم تنجح بتعطيل المنظومة الصاروخية للمقاومة وأن المناطق التي تتوغل بها قوات الاحتلال لم تفرب مبدأ معادلة السيطرة المطلقة وذلك لأن صواريخ المقاومة لا تزال تخرج من هذه المناطق وهو ما أكده أبو عبيدة الناطق باسم كتائب القسام إذ أعلن عن تدمير نحو ستين آلية خلال الأيام الثلاثة الماضية وعدد من الكماء أسفرت عن قتل وجرح جنود إسرائيليين إلى هنا نص المشاهدين إلى آخر التطورات الميدانية في قطاع غزة إليك ديمة